عندما تعزز الجهود من بعضها البعض تكون نتائج رائعة خاصة وإن كانت قد وجدت لأسباب تخفيف المعاناة بين الناس وهذا هو حال أهالي عزلتين شرقي جعر وخدمان التي تنتم مثلان المنطقة الشرقية من مخلاف جعر بقصة شقي ورص وسفلتة الطريق الشريان الرئيسي الذي يغذي المنطقة باحتياجاتها كانت البداية من تكاتف الأهالي وفاعلية الخير والمؤسسات الخيرية منها مؤسسة هائل سعيد أنعم وشركاء بتكثيف الجهود وتوحيدها لربط المخاليف مع بعضها ابتداء من مخلف كبود جنوبا مرورا بمنطقة شرقي جعر وخدمان وصولا إلى مخلاف نفذ والقايمة جبل مطحن ارتباطا بالخط الأسفلتي الجديد خميس مطلق بدأ العمل بحماس بعد أن جمع الأهالي مئة مليون ريال لأجل المعدات والمحروقات وتكاليف التفجيرات وغيرها من الأمور الأخرى وفجأة ودون سابق إنذار جاءت مياه الأمطار والسيول التي عرضت الطريقة للخراب بنسبة تتجاوز النصف محرومين من التعليم من الصحة أكثر الوفية عندنا بالنسبة للأمراض يعني النساء عند الولادة يعني عندما تتعسر تيكذا البعض من أن تتوفي وهي بالطريق بنقل الرجال المرضى على أكتابهم بالنعوش نحن محرومين من أبسط مقومة الحياة ولكن بفضل الله وبفضل المؤسسة الخيرية لأهل سعيد أنعم وشركائه رحمة الله عليه بدأنا الآن بنسبة 70% تتقفض المعاناة الآن السيارات بتوصل عندنا لازال الأمل في الأهل قائما بأن تتكاتف جهود الجهات المعنية لمساعدتهم في إتمام شق ورسف الطريق التي أرهقتهم كثيرا وعزلتهم عن باقي المناطق المحيطة بهم تأتي هذه المساعدات الإنسانية الطارئة حرصا من المؤسسة الخيرية على تحقيق المسؤولية الاجتماعية التي تتبنها منذ القدم ويأتي هذا العمل الخيري الخالص لوجه الله سبحانه وتعالى مساندة بعد تلمس الحاجة المواطنين الذين عانوا على مدى عشرات السنين وبدون أن يلتفت إليهم أحد من مسؤولين أو منظمات أو خيرين ومن هذا المكان أقول شكرا للمؤسسة الخيرية لهذه السعيد أنعم وشكرا للأهالي والخيرين الذين كان لهم بصمة كبيرة في إنجاز هذا الطريق العملاق فقد وهبوا أموالهم وممتلكاتهم وهذا ليس بغريب على أهل وصاب كما رأينا فيهم الشهامة والكرم برصف هذا الطريق تحل العديد من مشاكل الأهالي وتؤكد أن الجهود دائما على عظمة التكاتف والإنجاز بين أبناء اليمن في تجاوز كل المحن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر